بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي كيف الحال؟ مزيانين؟ كل شي بخير كل شي هو هاداك؟ كنتم تكونوا بخير والاخير و اتلقاكم هادلا فيديو في اتمي الصحة والعافية ان شاء الله انتما كتشاهدوا هادلا فيديو الفيديو ديال اليوم هاتشوفوا معايا واحد المنتوج واقي شمس انطوليوز UV من 400 هدا يعني واقي شمس بتركيبة جديدة و بامبلة جديدة فنتقدمت لكم في هديش حال في الفيديو هات السابقة هو واحد واقي شمس ده هو انطوليوز XL وهدا واحد النوع اخر نفس اسمية ولكن تركيبة مختلفة شيئا ما هاد واقي شمس هادا كيتعتبر من افضل واحسن واقيات ديالشمس اللي كينين في العالم والاكتر شهرة يعني اكتر شهرة في العالم هو هاد انطوليوز هادا هو منتوج فرنسي من شركة لغوش بوزاي كيعطي واحد الحماية عالية من اشيعة الشمس و كذلك عامل الحماية ديالو ساي كونت بلوس يعني خمسين بلوس هو مخصص للبشرة الدهنية والبشرة الحساسة يعني الناس اللي عندهم البشرة ديرهم دهنية والناس اللي عندهم البشرة ديرهم حساسة مزيان لهم بزاف هاد المنتوج هادا اه هو من فيهش العطر يعني بدون عطور والتركيبة ديالتو غير مرئية انفيزيبل كنديروه وما كيبانش يعني بحال لا مدر نحتاش حاجة ومقاوم للماء وخاكن عمو به وخاكن نديرو عليه الماء مكيتزولش بالماء ببعده اه مناسب للكبار والصغار يعني جميع الفئات العمورية الاطفال ونساء والرجال ايضا اه نديروه في البيت خارج البيت قرب الشاطئ اه في المطبخ فاش كنكونو كان طيبو اه صراحة كيعطي واحد لبقايا زوينة بزاف من اشيعة الشمس واحد الحيماية رائعة جدا وامتازة هاد واقي شمس انتوليوز كيعطينا واحد الحيماية عالية من اشيعة شمس ايفي اه و ايفي بي اه غتلقوا جميع المعلومات مكتوبين على العلبة ديالو الا اخذيتوه لا يسبب الحساسية يعني ما فيهش دك المواد الضارة ليكيسببوا لنا الحساسية والتهيجات في الوجه ديالنا ومقاوم للماء كيما قلت لكم في البداية ومتحكم في اللمعان او مضاد لي اللمعان يعني ما كيعطيناش واحد لوجه مزيت وكيبقى لوجه ديالنا اه ما فيهش زيوت لمدة 12 ساعة يعني هاد المنتج هادا كيمنع ذك الزيوت وذك الدهون لي كيكونو في الوجه لمدة 12 ساعة وكيمتح الزيوت اللي كتفرزها البشرة انطوليوز واقي الشمس الاكتر طالبا في السوق العالمي وماشي غير في المغرب بزاف ديالناس كياخدوه عليه اقبال كبير والناس كيفضلو اشريوه لانه شي حاجة فعالة وامنة على البشرة كيحملين البشرة ديالنا من التجاعد والشيخوخة المباكرة وكذلك الخطوط الدقيقة حول العينين يخلص البشرة من التصبغات والبقاع الدكنة وهذه واحد الميزة اللي احتها فيه انه تجاعدنا تصبغات وشي بقاع دكنة في الوجه ديالنا وخيك يكونوا قدامين فاش كنديروا هاد الواقي الشمس ديال انطوليوز كيبقى يخفيف لنا يقص لنا من الدرجة ديال دك التصبغات ودك البقاع الداكنة اللي كيكونوا عنا في الوجه ديالنا وهو مدد الاكسادة يعني ما كيتفعلش مع الشمس مع أشيعة الشمس يعني متلاني اللا درنا وكان نخرجوا للشمس ما كيكونش لوجه ديالنا كيزراج ولا كيتغير اللون ديالو وكيعطينا واحد اللون اللي ما كيعجبناش وكذلك ما كيتزيتش لنا الوجه ديالنا ما كيبانش بحل فيه الدهون بحل فيه الزيوت لأنه مضاد للمعان ودائما اي واقي الشمس كنتبخوه على الوجه ولا البشرة ديالنا عشرين دقيقة قبل التعرض لأشيعة الشمس يعني كنديروه عشرين دقيقة عاد كنخرجوه من الدر باش تفرقوه بين المنتوج الاصلي والمنتوج المزيف بالنسبة للمنتوج الاصلي فالعلبة كتكون مكتوبة من الجانبين العلبة الورقية اللي كيكون فيها المنتوج كتكون فيها واحد كتابة بالانجليزية في الجانب ديال العلبة والمزيف كان لقاو ديالجهة خاوية ما مكتوبة فيها حتى شي حاجة يعني فارغة و بالنسبة للقنينة القنينة الاصلية الراس ديالها غير الةالباء ولا يفتح باليد يعني هدا القنينة الي كتشوفها معايا المنتوج الاصلي هذا الراس هذا الي كنا بنبركو عليه كيكون غير لامِّع ما كيلما يلماح وما كنا خدروش نفتحوها بليد بينما القنينة المزيفة او المنتوج المزيف sick كيكون ذاك الراس الي كنا خرجه منه ذاك البخودوي كيكون لامع وكي تفتح باليد يعني يمكننا ندور ذاك الرأس ونحله هذا هو الفرق بيناتهم باش تفرقوا بين المنتوج الأصلي والمنتوج المزيف وبنسبة لهذا النوعية هدي فهو خاص بالبشرة الدهنية والحساسة هذا النوع اللي فيه الخط الأخضر وبنسبة العلبة اللي فيها الخط الأزرق فهو خاص بالبشرة الجافة حيث فيه مرطبات اللي كيحتاجوا لهم الناس اللي عندهم البشرة الجافة ليست بالنسبة للقينينات أو العلبة اللي فيها الخط الأخضر خاص بالناس اللي عندهم البشرة الجافة والقيونينات اللي فيها خمسين اهميل ومدة صلاحية بعد الفتح يعني كانت البشرة من الشهر والامنيةordnungso пользовت له مياه وخمسين درهم أنا صراحة ونشريته عند سحب ملاكياج المحلات التي يبيعها المستحضرات التجميل ولكن منتوج أصلي نحن نبينت لكم الفرق بين المنتوج الأصلي والمنتوج المزيف وكيمكن لكم اتخذوه من الفارماسي أو من الفارماسي ولكن غدي يكون شوية زايد في الثمن اخذته ب150 درهم ثمن مناسب جدا كانوا هذه المعلومات اللي جبت لكم حول واقي شمس انتوليوز UV من 400 بالتركيبة الجديدة نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتستفيدوا معي في هذه المعلومات اللي قدمت لكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعموني باش نقدم لكم مزيد من الفيديوهات والمزيد من المعلومات ان شاء الله دمتم بالفخر وإلى فيديو آخر ان شاء الله